في شأن آخر دخلت مرحلة مراحقة الولايات المتحدة الأمريكية لمصادر تمويل ميليشيات حزب الله في لبنان مرحلة جديدة ويبدو أن الأيام القادمة ستحمل مزيدا من الأخبار في هذا الاتجاه فبعد إعلان الخزانة الأمريكية عن تصنيف شخصيات ومؤسسات على لائحة الإرهاب بسبب دعمها للحزب تعهدت واشنطن بالعمل على وقف شبكات تمويل حزب الله اللبناني في أمريكا اللاتينية جاء ذلك بعد زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسن إلى الأرجنتين حيث بحث كيفية ملاحقة شبكات حزب الله التي تعمل في الاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال تغلغ الإيران عن طريق حزب الله في أمريكا اللاتينية بات حقيقة مثبتة خطط أمريكية أرجنتينية وضعت والهدف منها وقف شبكات تمويل حزب الله اللبناني في أمريكا اللاتينية وزير خارجية الأمريكي ريكس تيلرسن وضع ونظيره الأرجنتيني أسس ملاحقة الميليشيا الذي وصفها بالإجرامية العابرة للأوطان التي تعمل بالإتجار بالمخدرات والبشر والتهريب وغسل الأموال ومرتبطة أيضا بمنظمات تمويل الإرهاب وطالب تيلرسن تكثيف الجهود لجمع معلومات حول نشاطات حزب الله التي تستغل الجريمة عبر الحدود لرعاية مصالحها وحسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فإن ميليشيا حزب الله تتخذ من البرازيل والأرجنتين والباراغوي مناطق أساسية للإتجار بالمواد المخدرة وتغطي هذه الأفعال بعمليات تجارية وهمية مثل تجارة الملابس وغيرها وتشير تقارير إلى أن ميليشيات حزب الله تقوم بإنشاء شبكة للتهريب والتداول مكونة من عائلة واحدة موزعة في مناطق جسر التهريب من المكسيك ممارسات حزب الله التي يأتمر بأوامر إيران ووليها الفقيه لا تقتصر على أمريكا اللاتينية فالأخير يثير قلق الإدارة الأمريكية حيث أن شحنات المواد المخدرة تدخل الولايات المتحدة عبر مطاري ميامي وتورينتو عن طريق الشحل الجوي بكل سلسة كما تقول محكمة أرجنتينية إن حزب الله وإيران مسؤولان عن تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 82 وتفجير مركز الجالية اليهودية التي أسفر عن مصرع 85 شخصا الخطوة الأمريكية الأرجنتينية وإن جاءت متأخرة إلا أنها تشكل اليوم ضرورة لخنق وتشفيف منابع ومصادر حزب الله التي يمول من خلالها إرهابا يمارس على دول المنطقة معنا الآن من بيروت الباحث السياسي توني أبي نجم مساء الخير أستاذ توني مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن مساعي جديدة لتضييق الخناق على مصادر تمويل حزب الله هذه المرة في أمريكا اللاتينية قبل فترة وجيزة فرضت عقوبات على شخصيات وعلى مؤسسات تابعة لحزب الله معظمها في أفريقيا في سيرليون في غانا وفي ليبيريا وغيرها إلى أي مدى هذا الجهد الجديد بالفعل سيصب في صالح يعني منع حزب الله من الحصول على هذه المصادر من الأموال هذه الجهود التي تبزورها الإدارة الأمريكية منذ السنوات والتي تفاعلت وتكسفت مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستؤدي مفعول جزئي مفعول بسيط لأن شبكات حزب الله تغلغلت في دول العالم في أمريكا اللاتينية في أفريقيا وفي غيرها من الدول منذ السنوات إذا لم نقل منذ عقود وبالتالي سمت بنات تحتية وسمت شبكات تأسست منذ سنوات طويلة ولن يكون بمغدور لا الولايات المتحدة ولا غيرها من الانتهاء منها والإجهاز عليها ومنعها من العمل بشكل كامل قد يتمكنون من ملاحقة شبكة هنا أو شبكة هناك لننسى أن هذا النوع من الشبكات يعمل بشكل منفصل أي شبكات منفصلة في عدة أنحاء العالم ويتعاملون مع مافيات منتشرة في الدول وبالتالي أنها لعبت مصالح مالية المشكلة الأساسي يبقى سيد الكريم في أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يتعاطم المصدر الأساسي لتمويل حزب الله والكل يعلم وهي معلنة أن إيران تدفع ما لا يقل عن 800 مليون دولار سنويا لدعم حزب الله وبالتالي هنا الأساس الباقي هي عمليات إضافية يكون بها حزب الله من أجل أن يمول بمزيد من أموال ولكن هذه العمليات لا يمكن إصابتها في الصميم طالما أن خط طهران بيروت بالنسبة لحزب الله هو خط سالك وأمن وبالتالي كل المشاريع الأخرى وكل المحاولات الأخرى ستؤدي إلى حلول موضعية في بعض الحالات ولن تؤدي إلى تعطيل عمل حزب الله وتعطيل التمويل عنه كيف برأيك يمكن وقف هذا الخط المفتوح الذي أشرت إليه من طهران إلى بيروت والذي يمول حزب الله بالجزء الأساسي من تمويله كل سنة سيد الكريم هذا الموضوع يحتاج إلى العمل على مستويين أو سلاس مستويات المستوى الأول هو منع حزب الله من وضع يدها على الدولة اللبنانية كما هو حاصل اليوم المستوى الثاني هو في العلاقة مع إيران لا يمكن أن تكون الدول الغربية تتجه إلى تفعيل التعاون مع إيران وأنه بيعترضوا بعض الشيء على موضوع الصواريخ الباليستي يصرون على موضوع الاتفاق النووي وبالتالي إراحتها ماليا ومن ثم يطلبون في المقابل الضغط على حزب الله عندما تريح إيران تريح حزب الله وبالتالي المستوى الثاني هو الضغط على إيران بشكل مباشر لوقف كل عمليات التمويل والدعم التي تجري سواء مباشرة عبر حرس الصوري أو سواء غير مباشرة عبر مساعدته في كل الشبكات والعامل الثالث هو عامل الخط البري الذي يصل طهران ببيروت عبر العراق وسوريا وبالتالي كل هذه المستويات اليوم متاحة لإيران والحزب الله بشكل كامل ونسأل ما الذي يجب أن نفعله وأعتقد أن الجميع يعرفون ما يجب أن يفعلونه لكنهم لا يخدمون على الأمر وبالتالي كل هذه المحاولات أشبه بحبوب باندور حبوب مسكنة قليلة لن تجدي نفعا المفعول الجزئي الذي قد تحدثه هذه الإجراءات الأمريكية إذا لم ينضم إليها الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي برأيك هل ستبقى مفعولها جزئي وهل من الضروري أن يكون هناك إجراءات مشابهة من قبل دول الاتحاد الأوروبي هذا أمر مفروغ منه حتى أن الإدارة الأمريكية تفعل ما بيوسعها لكي يتم إدراج حزب الله بالكامل ضمن الاتحاد الأوروبي على لائحة الإرهاب وبالتالي إذا لم تتضافر الجهود الغربية بشكل كامل سيبقى هناك متنفس كافي لحزب الله عبر أوروبا من أجل أن يكون بكل ما يرغب بالقيام به وبالتالي هذا الموضوع يجب أن يكون متكاملا وأجب أن يشترك فيه الجميع وألف أنه سيبقى موضعي وبشكل لا يؤثر فعلا على مجريات العمليات سواء على صعيد الاتجار بالمخدرات سواء على صعيد تهريب الأموال وطبيض الأموال وتجارة الأسلحة وغيرها من العمليات التي يدرك المجتمع الدولي حقيقة ما يقوم بها حزب الله ولكنه في مرحلة كان يتغاضى لعدم إزعاج إيران وأحيانا يتغاضى لعدم التسبب بمشاكل لنفسها أيضا أخيرا سيد توني نسمع بين الحين والآخر أن هناك ضائقة مالية يعاني منها حزب الله في هذه الفترة بسبب نشاطاته المتوسعة سواء في سوريا سواء في اليمن سواء في غيرها إلى أي مدى برأيك هذا الوصف دقيق؟ يعني بصراحة كنا نسمع كثيرا لكننا لم نلمس شيئا نحن في لبنان على الأرض أعتقد أن حزب الله يعمل ليس فقط بكل طاقته بل أكثر من طاقته هو يقاتل في سوريا ولديه عشرات ألاف المقاتلين هو يدرب في اليمن وهو يحرط في البحرين وهو لديه خبراء في العراق ويقوم بعمليات في كل أنحاء العالم لا أعتقد أن هذه المؤشرات تدل إلى حزب يعاني من ضائقة مالية وكما قلت لك في حال عانى من جفاف بعض الأموال في أي لحظة فأن المد الإيراني له واضح وحتى السيد حسن صلى الله عليه وسلم قال علنا أن كل الأموال تأتيهم من إيران وقرأنا وتقرؤون التقارير الدولية التي تتحدث عن حوالي 800 مليون دولار سنويا وأعتقد أنه مبلغ ليس بقليل هذا عاد عن كميات الأسلحة والشحنات والتدريب الذي تتوله إيران في موضوع حزب الله وبالتالي من المعيب أن نتحدث عن ضائقة مالية ما يعانيها حزب الله في لبنان نعرف يسيطر بشكل كامل على الدولة وعلى مرافئها ومن مرفق بيروت إلى المطار وغيرها من الأماكن وبالتالي سمت إمكانات هائلة من أجل أن يقوم بكل الأعمال التي يريدها وحتى بالأعمال التجارية في الداخل اللبناني إنما بشكل يتضمن الكثير من التحايل عبر مجموعات وعبر شركات وغيرها من الأمور شكرا جزيلا لك الأستاذ طوني أبي نجم الكاتب والبحث السياسي كان معنا من بيروت